اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو يوم قيام الثورة اليمنية واستشاد ذلك القائد الذي نال شرف الشهادة بالدفاع عن الوطن وما اشبه الليلة بالبارحة ان شهداء 26 سبتمبر الذين سقطوا في عام 62 سطرها اللواء عبدالله الكوليبي في عام 2011 يوم السادس والعشرين من سبتمبر رحمه الله اللواء عبدالله الكوليبي وكل شهداء الوطن رحمه الله شهداء جيزان ونجران وعسير ورحمه الله شهداء صافر ومارب ونهب كل شهداء والابطال ونحن في مكبرة الشهداء رمز العز والكرام والافتخار بشهداءنا برجالنا بالتضحياتنا كشعب يمني وكقوات مسلحة نحن في هذه اللحظات نعيش وجدان هذا الرجال الذي بذلت وعطت الشعب اليمني اجمل ما في الدنيا هي حياتهم مقبرة الشهداء بامانة العاصمة استقبلت قيادات في المجلس السياسي الاعلى وقيادات عسكرية ومؤتمرية لزيارة الشهداء في هذا اليوم التاريخي رحمه الله الشهيد الكوليبي والحقيقة انه سقط للدفاع عن امن واستقرار الوطن وخصوصا العاصمة صنعاء وللوقوف ضد الفوضى والغوغائية وما نشهده اليوم من تدوير للوطن كانت تلك الفاتحة لهذه الحروب ولهذه الفوضى الشهيد البطل الذي استشهد وهو يدافع عن هذا الوطن في 2011 من أولئك الفوضوين الذين أرادوا أن يصل الوطن إلى ما وصلنا إليه نحن اليوم نزور قبره ومور هؤلاء الشهداء الأبطال إبراهيم الحمدي وعبد العز عبد الغني ومشير السلال وكل هؤلاء الشهداء الذين سقطوا نقف اليوم هنا لهم عرفانا وإقلالا وجميلا بما قاموه لأنهم دافعوا عن هذا الوطن اللواء الكليبي قائد له بين محبيه وقع خاص على أبرز أولئك الذين عرفوا حجم التضحية الجسيمة التي قدمها في العام المشؤوم كما قدمتها أسرته برمتها الحاضرون كان لهم رسالة يودون قولها في ذكرى استشاده رحمة الله والدي وسنبذل الغالي والنفيس من أجل التضحية على هذا البلاد كان من أشجع وأشرف وأشهم الرجال الذي عرفناهم ضحى بدمه من أجل الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة طبعا استشهد في اللواء 63 بيت دهرة أثناء الأحداث التي عصفت بالوطن عام 2011 مدافعا عن معسكره وعن أرضه الإرث الذي يترك أعداء الوطن باستهدافهم الأبطال منذ العام المشؤوم إلى اليوم جعل النماذج الوطنية المخلصة رموزا شعبية ووطنية يخلدها التاريخ حبا بحجم التفهية ومن تلك الرموز اللواء عبد الله الكليبي محمد جميل اليمن اليوم سمعوا نظم عدد من أعضاء المنظمات الحقوقية المشاركة في الدورة الثالثة والثالثة